أشندا هو احتفال عزيز في تغراي وهو احتفال يتم احتفاله منذ فترة طويلة ومع ذلك فقد أثرت الحرب على المجتمع وتركت ندوبا على تقاليده وعلى حياة الناس وفي المقابلة التي أجريناها مع الناشطة المغتربة البالغة من العمر 13 عاما حسانا سوليمون تتعمق في العلاقة العميقة بين احتفال أشندا وإمكانية الشفاء والعدالة في النضالات التي واجهتها النساء خلال الحرب اسمي هوسانا وأبلغ من العمر 13 عاما قبل الحرب كنت أأتي إلى تغراي كل عام وكنت أحتفل بأشندا مع عائلتي وتشرح هوسانا السبب وراء مظاهرتها في شوارع لندن هو إدانة الحرب في تغراي وعن رحلتها في الكفاح الجاد من أجل استعادة السلام لمجتمعها كانت الكفاح في الخارج للمساعدة في تحرير شعب تغراي من الحرب نحن نقف مع تغراي ونطلب منكم مرة أخرى وقف الحرب والإبادة الجماعية في تغراي تغراي هي وطننا توقف عن قتل الأبرياء وتقول هوسانا أن النزاع أدى إلى تعطيل احتفال أشندا مما أدى إلى قمع الحيوية والفرح الذي يجلبه للمجتمع وتعبر هوسانا عن العواقب العميقة التي خلقتها الحرب على النزاع وعلى أشندا نفسه مما أثر على مشاركتهن في الاحتفال وكذلك كيفية مقاطعة الممارسات التقليدية مما يعرض النسيج الثقافي الحيوي الذي تمثلها أشندا للغطر وعلى الرغم من ذلك تقول أن الاحتفال ظل بمثابة رمز للمرونة مما يبقى الأمل حيا وسط التنوع قبل الحرب كان يتم الاحتفال بأشندا بشكل جيد مع الأصدقاء والعائلات ولكن من بعد الحرب أصبح الناس يتضور جوعا وتم تدمير أماكن عديدة لذا كان من الصعب على العائلات الاحتفال بأشندا لأكثر من ثلاثة عوام عانى كثير من النساء كثيرا وتعرضن للاعتداء الجنسي أثناء الحرب والآن يحتفل الجميع بأشندا من قلبه لأنهم يريدون أن يخبروا للعالم ما هي أشندا وما دا تعني بالنسبة لهم وفي الختام تجعو هسان المغتربين والمجتمع الدولي إلى المساهمة في رحلة الشفاء والعدالة المستمرة وتضخيم أصوات النساء في تقراع بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا في أثيوبيا والذين هم في الخارج ينبغي عليهم تقديم المزيد من المساعدة لأن الجميع في الخارج لا يكافح كان عليهم إخبار الناس بما كان يحدث ومحاولة نشر الوعي لمساعدة شعب تجراي ينتظر منهم الكثير من العمل لأنه بلدهم وعليهم مساعدة النساء اللواتي تعرضن العنف الجنسي وعانينا كثيرا وعليهم جمع الأموال أيضا لعادة بناء تجراي